على الرغم من استقرار الأوضاع السياسية في كازاخستان منذ انهيار الاتحاد السوفيتي قبل نحو ثلاثين عاما وهي التي كانت ضمن جمهورياته إلا أن مشاهد التظاهرات الحاشدة والمواجهات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن ربما تعيد للأذهان ملامح الثورة البرتقالية التي شهدتها أوكرانيا عام 2004 ضد تغول النفوذ الروسي في البلاد المفارقة أن أوكرانيا نفسها وبعد مرور نحو 17 عاما من ثورتها الملونة تشهد اليوم توترا عسكريا غير مسبوق مع روسيا التي يتهمها الغرب بالإعداد لغزو أوكرانيا الأمر الذي يرجح معه كثيرون أن تكون هناك علاقة بين التوتر الغربي الروسي بشأن أوكرانيا وما يجري في كازاخستان من احتجاجات أجبرت الرئيس على إقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ وبحسب صحيفة ديلي بيست الأمريكية فإن موسكو تراقب من كثب تطورات الأوضاع في كازاخستان مستحضرة دروس التجربة الأوكرانية المؤلمة لسيما أن أي عدم استقرار سياسي في دولة مثل كازاخستان التي ترتبط مع روسيا بأطول حدود بين جميع جيرانها بالتأكيد سيؤثر سلبا على مصالح موسكو من هنا أعلنت روسيا وخمس دول سوفيتية سابقة عن إرسال ما وصفتها بقوات حفظ السلام للسيطرة على الأوضاع في كازاخستان وبالنظر إلى سرعة التحرك الروسي فإن موسكو تبدو أكثر توجسا من احتمالات نجاح الحركة الاحتجاجية الكازاخستانية في إسقاط نظام الحكم الأمر الذي إن تم فقد يؤثر على البلدان المجاورة والمتاخمة لروسيا بحيث تنتشر عدوى الثورات على طول محيط روسيا بالكامل وفق ما يسمى بتأثير أحجار الدومينو في المحصلة فإن أوكرانيا ربما تكون أكثر المستفيدين مما يجري في كازاخستان وهو ما يعزز وجهة النظر القائلة إن كازاخستان قد تكون ساحة جديدة لصراع النفوذ الدائر بين روسيا والدول الغربية ترجمة نانسي قنقر